اشتركوا في القناة وقال عمر بن الخرطاب رضي الله عنه أرضاه فدا لك أبي وأمي يا رسول الله مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت 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 ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت 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 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض وإن كان دحل الأمة الإسلامية في الدنيا فمن يشهد للناس يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب فيقول هل بلغت فيقول نعم فيقال لأمته هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير فيقول الله عز وجل لنوح عليه السلام من يشهد لك فيقول محمد وأمته فتشهدون أنه قد بلغ فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وكما هديناكم أيها المسلمون إلى الطريق الصحيح في الدين جعلناكم أمة وسطا خيارا عدولا لتشهدوا على الأمم في الآخرة أن رسلهم بلغت رسالات ربهم ويكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كذلك شهيدا عليكم أنه بلغكم رسالة ربه فكما أن الإسلام وسط بين الملل فكذلك المسلم وسط بين الأمم فمن فضل الله علينا أن لهذه الأمة العظيمة أكمل دين وأفضل عمل وأعظم ثواب ولماذا سميت مكة بأم الكرة لأنها أصل كل الكرة والكعبة المكرمة كما هي وسط الأرض فإن الأمة الإسلامية وسط بين جميع الأمم وكيف تكونوا وسطا بين الأمم وأنتم تابعون لقبلة اليهود فكان لابد من تحويل القبلة إلى قبلة إبراهيم عليه السلام فتكونوا وسطا بين الأمم مستقلين في قبلتكم وكان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه أي أشرفهم وأعلاهم نسبا على الإطلاق لا تذهبن في الأمور فرطا ولا تسألن إن سألت شططا وكن من الناس جميعا وسطا وفي هذه آية الكريمة دليل واضح وثابت على أن الصحابة رضي الله وأرضاهم خيار عدول ثقات تقبل شهاداتهم ولا يكتمعون أبدا على ضلاله وفي هذه الآية أيضا حث للأمة الإسلامية على دعوة غيره من الأمم إلى الإسلام كل قدر استطاعته لتتم الشهادة للأمة الإسلامية على غيرها من الأمم وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي أمة لا غلو فيها ولا تقسير لا تفريط فيها ولا تقريط فالأمة الإسلامية وسط في العقيدة بين من ألحد وقال أنه لا إله لهذا الكون ومن عدد في الآلهة كالحضارة الفرعونية والهندية والنصارى بعقيدة التثليث والأمة الإسلامية كثالك وسطا بين من إنساق وراء رغباته وشهواته كاليهود والمشركين ومن ترك كل ملذات الدنيا كالرهبان في النصرانية ولما بلغ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن هناك ثلاثة من المسلمين أحدهم يصوم الظهر فلا يفطر والثاني يقوم الليل فلا ينام والثالث وقد اعتزل النساء فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له ولكني أقوم أنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وكذلك جعلناكم أمة وسطا في الأخلاق فامتازت الأمة الإسلامية بالكرم وهو وسط بين البخل والإصراف وامتازت أيضا بالشجاعة وهو وسط بين الجبن والتهور وبالعدل أيضا وهو وسط بين الظلم والمحابة وكذلك جعلناكم أمة وسطا ومن ترك الوسطية فقد ضل وأضل كالفرق المختلفة من المعتزلة والخوارج هدان الله جميعا للطريق الوسط ومن فضل الله علينا أن يسر لنا العبادة فجعل لنا الأرض مسجدا وتهورا ويسر لنا التوبة من أي ذنب ورغم خلت عدد الأمة الإسلامية بين الأمم يوم القيامة إلا أنهم تميزوا عن جميع الأمم بالوسطية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشارة البيضاء في جلد الثور الأسود فأي قرامة للأمة الإسلامية بين الأمم وبالوسطية سبقنا الأمم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة وهل هناك من كرامة لأمة أكثر من الشهادة لنبي من أولي العزم من الأنبياء سيدنا نوح عليه السلام وكما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم الأخرى فإن فرقة أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الأخرى النارية لتكونوا شهداء على الناس فما شهدتم به عند الله فهو مقبول وكيف يقبل الله عز وجل شهادة الأمة الإسلامية في خصومهم من الأمم السابقة ونحن نعلم جميعا أن شهادة الخصوم في بعضهم غير مقبولة وذلك لأن هذه الأمة الإسلامية في خصوصها هي أمة وسطة ويشهد التاريخ بعدل المسلمين مع غيرهم من أهل الذمم فسبق وأن حكم القاد المسلم شريح العراقي ليهودي على خليفة المسلمين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله وارضاه في فرس كانت لليهودي فقال القاد المسلم لخليفة المسلمين أخذته صحيحا سليما فأنت له ضامن حتى ترجعه صحيحا سليما وشريحة المسلمين تأمرهم بالعدل والإحسان مع غيرهم من الأمم ولا تقبل شهادة إنسان على أخيه إلا بشرطين العدل والعلم وكل أمة تعتقد أنها هي الوسط حتى ترى غيرها من الأمم ولكن من شهد لنا هو الله عز وجل بأننا أمة وسطة فإن شك أحد في فضل هذه الأمة وطلب شهيدا عليهم فلا شك أنه أكمل الناس نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ويكون الرسول عليهم شهيدا وبذلك يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد جمع بين فضلين فضل عام للأمة الإسلامية وفضل خاص له وحدة والأمة الإسلامية في تعاملها مع الرسل والأنبياء وسط بين الأمم فليست كاليهود ممن كذب الأنبياء وقتل الأنبياء وليست كالنصارى ممن ألها الأنبياء فنحن نؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر ولكنه خير البشر فاستحق أن يكون شهيدا على كل البشر جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر